تكليف من حضرة صاحب الجلالة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حافظهم الله وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية الشقيقة جاء ذلك خلال زيارة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة اليوم إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيزة السعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين لتقديم التهاني بهذه المناسبة الغالية وعبر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد عن اعتزازه بالمستوى المتميز والخصوصية الشديدة التي تتسم بها العلاقات الأخوية بين المملكتين الشقيقتين والتي بناها وأرسى دعائمها الصلبة وأسسها المتينة الأباء والأجداد وتمضي بالسمرار وبخطوات واثقة ومبادرات سراتيجية متقدمة نحو مجالات أرحب بما يحقق المزيد من الخير والنفع لشعبي البلدين وأشهد معالي مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية بما يربط بين قيادتي البلدين من علاقات أخوية تاريخية راسخة كانت وستظل على الدواب محل العناية والرعاية الكبيرة من لدى قيادتي البلدين كما ستبقى محل اعتزاز وفخر عميقين من قبل الشعبين الشقيقين ما يجعلها نموذجا رائدا للعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين الأشقاء على كافة المستويات وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن ما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من إنجازات تنموية وحضارية هائلة وفي شتى المجالات وما تنجزه من مبادرات تنموية وبرامج تطويرية متنوعة وعصرية وما تتمتع به من مكانة رفيعة وثقل سياسي وأمني واقتصادي على مختلف الأصعدة العربية والإسلامية والعالمية له موضع تقدير بالغ ومن أهم دعائم ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم جهود تحقيق التنمية والرخاء لدول وشعوب المنطقة والعالم أجمع من جانبه عرب صاحب السمو الملكية الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز عن خالص شكره لعاهل البلاد المفدى حفظه الله وامتنانه لهذه التهنية بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية والتي تجسد مدى قوة ومتانة العلاقات الأخوية الوثيقة وحرص البلدين المشترك والمستمر لدفعها لآفاق أرحب في مختلف أوجه التعاون المشترك متمنيا لمملكة البحرين كل الرقي والزهار في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه